أهلا بحضراتكم بعد الفاصل النهاردة معانا ضيف وضيف مختلف ضيف مختلف ليه؟ إن بيلعب رياضة برضو لكن ما بيلعبش برجليه بيلعب بأيديه بيلعب بكرة بس بيطير في الهوى وفي نفس الوقت يجمينا الليلة هو واحد من أساطير كرة الطائرة مش في النادي الأهلي بس لا إيس على كده بل في مصر كلها أول مرة يمكن أن تقول لي أنت متعود أنت بتجيب ضيوف كرة القدم لا إحنا بعد كده هنستضيف بعض الألعاب الأخرى والنجوم الأخرى اللي حققت في مصر لأن بعض الناس تقول لها كابتل أنت ما عندكش بكرة القدم أنا بقول لكم الظروف لسه ما كانتش اتهيئت كويس لكن إحنا بنفكر لوقتي خارج الصندوق خارج الصندوق اللي هو خارج كرة القدم عشان كده إحنا برنامج بش بتاع كرة بس إحنا لكل البرامج وهتشوفه نجوم مصر كلها في كل الألعاب من خلال برنامج المجري ونجمينا النهاردة ده أو ضفنا بمعنى أصح هو ساحر من ثحرة الكرة الطائرة ليه إنجازات بلا حدود إنجازات كبيرة جدا هو لاعب وهو مدرب تقريباً كده اللي محدش عمله هو عمل حاجات بحقق بطولات كبيرة جداً تعالوا نشوف وانتبهوا هتعرفوا هو بدأ مشواره من الاسكندرية مع نادي سموحة يعني مش الأندية الكبيرة للأهل والزمالك بس لا اللي بتفرغ لعيبة ده الأندية الصغيرة زي نادي سموحة محترام النادي سموحة والتحاد السكندرية وكل الأندية اللي هي متخصصة في كرة طائرة وكرة السلة وبعض اللعب الأخرى لكن ده طلع من نادي سموحة وحقق حلمه حقق حلمه فين؟ باللعب للنادي الأهلي ومثل النادي الأهلي في سنوات كتيرة جداً ومع منتخب مصر الأول في نفس الفترة الزمانية دي فاز مع النادي الأهلي بأكتر من 30 بطولة عارفين يعني هي 30 بطولة؟ بعمر، وعمر كبير جداً وبطولات متنوعة دوري منتاز كاس مصر بطولة عربية بطولة إفريقيا الأبطال الكاس بطولة لإفريقيا أبطال الدوري فاز مع منتخب مصر بأكتر من بطولة عربية وإفريقية وألعاب إفريقية مثل منتخب مصر في دورات الأولمبية عارفين يعني إيه؟ أمام العيب طايرة بيمثل مصر في دورات أولمبية سيدني 2000 وبكين 2008 وبتلطين كأس عالم للقارات 2005 و2009 كمان مثل منتخب مصر فيه تلت بطولات كأس عالم سنة 95 و2003 و2007 وتلت بطولات عام 98 و2002 و2006 شوفوا إنجاز ما بعده إنجاز وده لعيب من اللعبين القلائل الموجودين في مصر شارك باسمه مصر في الدوري العالمي ثلاث مرات دوري العالمي اللي هو تجميع بتاع أبطال العالم 2006 و2007 و2008 حصل على وسام الرياضة من الطبق الأولى تستحق عام 2008 من رئيس الجمهورية فازمع منتخب مصر بزهبية دورة الألعاب البحر المتوسط المريا سنة 2005 أحسن لعب في إفريقيا وفي مصر وكتر من مرة فاز ببطولة أسيا مع ده بش كلام ده بس بش في إفريقيا بس لا ده راح لعب في أسيا كمان وحقق مع نادي الهلال السعودي والبطولة العربية مع نادي الأهل السعودي أيضاً وبعد كده ما استكفاش بكده لقى بطلع على شمال إفريقيا والصفاقس التونسي كل الكلام ده اللي أنا قلته على نجبنا ده وهو لعب مباراة كثيرة جداً وأيضاً وهو مدرب يعني أنا وتقول لي ما نجيبش ما نستضبش ناس لا هندي لكل واحد حقه خد عندك كمان إنجازات كثيرة قوي قوي مدرب عام ومنتخب مصر بكأس العام سنة 2015 باليابان مدير الفني لسيدات طيارة الأهل منذ 2015 وحتى التتويج والتتويج ده رفقه فتيات الذهب بالأهل بـ 22 بطولة 8 دور ممتاز و8 كاس مصر و4 دور إفريقيا و2 بطولة عربية وفيه إيه؟ لا فيه حد كده بيعمل الكلام ده كله آه عندنا ده فعلاً أسطورة عشان كده بنعليه أسطورة أسطورة في لعبته هو لعب مواصفات عالمية صافي وموهوب وقاعدة سواريخ كمان يعني أقول لكم إيه ده يعني أنا ما أتعودت أعني أتكلم معاه عنده حاجات فبإزاي الدولة غفلانة على الناس دي وفيه إيه؟ فين الناس دي من الرياضة المصرية المنتخبات؟ أظن كده عرفتوه ضيفنا وضيفكو زي ما قلت الصافي هو نجم النادي الأهلي ونجم متخب مصر الكابتن حمد الصافي